تواصل فرق الإنقاذ في إقليم شيف شاون بجهودها لإخراج الطفل ريان العالق في بئر السندا منذ يومين أكثر من يومين فبعد عملية الحفر العمودي والأفقي والتي تشكل من خلالها مثلث تحت مستوى المكان الذي يوجد فيه الطفل ريان بمقدار مترين قال رئيس فرق الإنقاذ المغربية أنه جاري العمال على ترتيب ثلاث أنبيب معدنية لمد نفق أفقي يمكن فرق الإنقاذ من الوصول للطفل ريان كما أشار إلى أنه سيتم البدء في عملية حفر يدوية لفتح حفرة في موقع الطفل ريان وهي حفرة أفقية في عمق الحفرة العامودية التي تبلغ حوالي 31 متر وهنا ستقوم فرق الإنقاذ بإنشاء ثقب أفقي للوصول إلى الطفل والتمكن من إنقاذه